تحذيرات من منظمات إغاثية من تفشي الأمراض وسوء التغذية بين الأطفال السودانيين في مخيمات نازحين جراء الحرب المستمرة بين الجيش السوداني وقوات دعم السريع منذ منتصف أبريل الماضي من يوناني وثمانمائة ألف نازح سوداني وأكثر من ستمائة ألف لاجئ إلى دول مجاورة وفق بيانات المنظمات الدولية للهجرة تسع مخيمات في ولاية النيل الأبيض تأوي مئات الآلاف من السودانيين النازحين أغلبهم من النساء والأطفال وفق منظمة أطباء بلا حدود التي عالجت في المدة ما بين السادس والسابع والعشرين من يونيو مئتين وثلاثة وعشرين طفلا للاجتباه في إصابتهم بالحصبة فيما توفي ثلاثة عشر آخرون في عيادتين تدعمهما المنظمة مطالبات لا تتوقف من منظمات إغاثية بفتح ممرات آمنة لتوصيل المساعدات خاصة مع بدء موسم الأمطار الذي يمتد بين شهرين يونيو وسبتمبر ويتسبب في فيضانات تؤدي بضحايا وتعطل حركة الطرق والمواصلات ومطالبات أخرى من منظمات طبية بضرورة التدخل السريع من السلطات الصحية في ولاية النيل الأبيض بالتنسيق مع وزارة الصحة الاتحادية للحيلولة دون انتشار المرض خارج الولاية وتحوله إلى كارثة صحية في أنحاء البلاد المختلفة بفعل حركة التنقل الواسعة للنازحين الهاربين من الحرب